محمد بكم أصدقائي في درس حلقة اليوم اليوم إن شاء الله سوف انتعرف تصبيق جديد ظهر مؤخرا ويستعمله الكثير من الناس في اختراق حسابات الفيسبوك الخاصة بالناس القريبين منهم لهذا أحبت أن أقوم بشرحه لتكونوا حذرين منه كي لا يتم اختراقكم أنتم كذلك بهذه الطريقة السهلة والمشكلة أن هذا التصبيق الذي يستعمل هؤلاء الأشخاص فهو يشبه كثيرا تصبيق الفيسبوك وهذا ما يسهل عليهم عمليات اختراقك بكل سهولة ويمكنكم أنتم كذلك توقمون بتجربته لكي يتأكدون من الأمر أول شيء أصدقائي لا تبخلوا علينا بالتخطيق للسر لايك لأن لايك منكم فيما تبتش جائع لي وكذلك كانت أول متابعة لكم لحلقاتي لا تنسوا الضغط للسر صابتنا أو ستسكرايب أسفل الفيديو من أجل توصيل جديد الفيديوهات التي يقومون بنشرها كما ظنوا هذا هو التطبيق الذي يستعينون به في اختراق حسابات الفيسبوك سوف أضع لكم رابط تحميل أسفل الفيديو في الدسكريبشن إن شاء الله كي تقومون بتجربته كي لا يتم النصب عليكم بهذه الطريقة واختراق حساباتكم بهذه الطريقة السهلة فيمكن أن تستعير من شخص أو من صديق هاتفة من أجل أن تقوم بالدخول إلى الفيسبوك أو تكون قد نسيت هاتفك في المنزل وتريد أن تقوم بالرد على أي رسالة فسوف تقوم باستعارة هاتف أي شخص من أجل أن تقوم بالدخول إلى الفيسبوك فإذا كان يمتلك هذا الطريق سوف يقوم باختراق حسابك بكل سهولة تامة فكما ترون في هذا الطريق فهو يشبيه كثيرا تطبيق فيسبوك كما ترون أي قناة فيسبوك ومكتوب عليه فيسبوك فمباشرة بعدما أن تقوم بكتابة هنا على الإيميل الخاص بك سوف أقوم بكتابة أي إيميل ألسى بالمثال أي شيء ألسى بالمثال arubas.gmail.com ثم أقوم بوضع كلمة المرور كما ترون سوف أقوم بالنزوء إلى الأسفل وهناك كتابة أي كلمة مصمورة على سبيل المثال ثم أقوم بالنزوء إلى الأسفل وضغط على connection ونصنع سوف يعطني أنه يوجد هناك مشكل في البيانات الخاصة بالهاتف أي أني لا أمتلك أنترنت فسوف يقوم ذلك الشخص يرجع لك الهاتف عندما يرجع لك الهاتف فقط تقوم بالرجع إلى هذا التصبيق ثم تقوم بالضغط هنا على هذه الأيقونة الخاصة بالفيسبوك كما ترون ثم يظهر لك الإيميل الذي قام بإدخاله ثم الباصل وبهذه الطريقة السهلة سوف يتمكن من اختراقك بكل سهولة تامة وبهذا أصدقائي نصي نهاية هذه الحلقة أتمنى أننا من قرب أن هذه الحلقة قد راقت لكم وقد عجبتكم إذا عجبتكم أصدقائي حلقات اليوم فلا تنسوا نشرها مع أصدقائكم وكذلك لا تنسوا الضغط للزر لايك لأن لايك منكم فهمت تشجيع لي وكذلك إذا كانت أول متابعة لكم لحلقاتي لا تنسوا الضغط للزر سابق ونقوم بتسكريب أسفل الفيديو من أجل توصيب جديد الفيديوهات التي أقوم بنشرها إلى اللقاء أصدقائي لحلقة مقبلة إن شاء الله